استمرارا لجهود قوات حرس الحدود في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تهديد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري واستهداف الشباب المصري بضخ كميات كبيرة من المواد المخدرة تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الجاري من تحقيق العديد من النجاحات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة استمرارا لجهود قوات حرس الحدود في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تهديد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري واستهداف الشباب المصري بضخ كميات كبيرة من المواد المخدرة تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الجاري من تحقيق العديد من النجاحات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية حيث تمكنت قوات حرس الحدود أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية من ضبط 36 عرب أنواع وحفار ولودر يستقلها 92 فرضاً عثر بحوزتهم على ثلاث بنادق مختلفة الأعيرة و 1400 طلق أنواع وطنين من جوهر الحشيش المخدر وطنين من نبات البنجو و 305 كيلو جرام من نبات الهايدرو و 37 كيلو جرام من الأفيون وعدد من أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية وثلاثة أجهزة للكشف والتنقيب عن المعادن و 32 مكنة قهرباء و 14 جوال أحقار مخلوطة بخام الذهب بالإضافة إلى كميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وفي سياق متصل تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاولة تهريب طنين من مدة سماد اليوريا المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة يأتي ذلك استمراراً للجهود المكثفة وكافة الإجراءات التي تنفذها قوات حرس الحدود ليلاً ونهاراً في تأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للتولة اشتركوا في القناة